السلام عليكم اخر جزء بقى ان شاء الله في القارديو حالة خدنا حاجات كده في القارديو محتاج ان تكون تعرفها عشان ما تتلاكش في الواندات بقى كده خدنا الاسكولتشان عشان مهم ما هنعمله هناك هنشرعه هناك ونقوه على الحالات وبقى كده خدنا وخدنا الطبقة بتاعته واي حالة هلاقي فيها ايه وايه 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 حسب هي وصلت بتاعتها وبرضو هنعرف الحالات هناك وهنعرف الكومنت بتاعته فهنعرف كل حالة. بعيدنا دلوقتي يبقى بعيدنا الفلوت وبعد كده الروماتيك هقولنا هنحمله هناك والطبقة بتاع كل واحد عشان ان الكل هم معتمدين على اكتر يعني ما يبينش فيهم حاجة اكتر او كده غير بقى مع شوية هنتكلم عليها لما نجلل فاصبح معنا دلوقتي الفلوت هو اللي ناقص عشان يبقى ختمنا الكارديو هنا في سلسلة الفيديوهات ونبدأ فيديو واحد كده للشست سريع ونسيب بتعشست هناك. وبعد ما نخلص الحاجات دي كلها ونخلص التكنيك ونخلص التجربة هناك لو ما بقى اي حاجة بسيطة شوية نظر زي كده او حاجة مسلا محتاجين استرس عليها تدريب على اسئلة بتاع نبقى نعملهم فيديو في الاخر خالص. ده لو محتاجين. دلوقتي احنا عايزين نتكلم عن الفلوت زي ما اتكلمنا عن اول حاجة انت في حالة كارديو يبقى انت سنسي بيرس ولا اكتر من خمس سنين لو سنسي بيرسي بقى بدأ معاك كونجينيتل كونجينيتل ازرق ايت ولا ما زقتي يعني سيانوتك ولا اي سيانوتك هارت دزيز كونجينيتل لأ ده نزرق ايت يبقى انت فلوت. في الفلوت في النظري اللي ما اقراش حتى ان انا عشرحهم لك كلهم يعتبر. فلوت تيترولوجي تيترولوجي يعني اربع حاجات. اربع حاجات اللي ام ايه? طفل بيبقى عنده بيبقى عنده بيبقى عنده يزهره ازاي على الحالة? زي ما عرفنا في ان الدم بيخش من عالشمال يروح على اليمين والتالي يكبرا الراية ويام الباربون والحاجات ويعرفنا كل واحدة تظهر ازاي على الحالة. محتاجين يعرف الفلوت الاربع دور يزهره ازاي على الحالة. عايزينا شرح الاول الكيز بتاعت الفلوت. دي الفلوت تيترولوجي. الفلوت تيترولوجي يعني ايه بقى ها? يعني شايف السبتم ده? سببه الانومال يعني كانت فيهن? ده السبتم هوا. السبتم ده بقى مش لازق فخو ده. المفروض السبتم ده هو يبقى ركب هنا كده. وديه مسدود. اصبح فيه ديفياشن شوية. ديفياشن من الجزء من السبتم ناحية اليمي. فاصبح ايه? افضح ال ده لما بيجي ضخ. في جزء منه بتضخف البلمودر هنا هوا. بس فيه جزء كمان بص 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 بص. السهم اللي سود ده? بتضخف الاورطة. يعني عندي الاتنين بيدخف الاورطة. يبقى انا كده حققت الشرط الاولاني اللي اسمه يعني الاورطة ركب على الاتنين. تاني الشرط عايز احققه ازاي حصل لما الحتة الزيادة دي اللي حصلها من السبتم من ناحية اليمين مدية حتة من السبتم. دي كده المفروض تبقى اقفها هنا كده. فلما حصلها دي ناحية اليمين زنقت على البلمونر فالف. ده البلمونر فالف. فزنقت عليه كده. فحصل يبقى كده عملت وعملت في اورطة. عايز اشوف ازاي الرايت فينتريكل هايبرتروفي. لما بيدخف الاورطة الاورطة طبعا ضغطة عالي جدا عشان يواكب ضغط الرايت فينتريكل هو كمان بيدخن. يبقى عندي فينتريكل هايبرتروفي. وبورمونر استينوزيس وفي اورطة. الرابح حاجة عشان يبقى خلفة يعني اربعة. قادي الاتنين فينتريكل. الدفكت في قلب السبتم. وفعلا ده الدفكتة هوت في قلب السبتم. فاصبح فيه كأنهم مفتحين على بعض زي بس تخد بالك الدم مش بيمشي من للرايت. لا ده الدم بتاع ليفت يطلع في الاورطة والدم بتاع الرايت يطلع في الاورطة. عشان يتجاهد الاتنين كده. كده الاربح حاجات اللي مفروض انت هكون فاكرهم نظري او انا فكرتك بيهم اهوات عشان لو انت مش فاكرهم من النظري. كل واحدة من دول بتظهر ازايا على الحالة. بتظهر ازايا الحالة عشان انا بقى خلصت الطبخة. انا عندي في الطبخة مكونات انسبيكشن بلبيشن بيركاشن وسكلتيشن. هلاقي ييف كل حاجة من دول بسبب اللي اربع حاجات اللي حصلوا دول. اول حاجة ده كبر. اتفقنا في حالة دي. مدام يكبر يعمل لي ساعة ما كنا هنا برضاعة في يعمل لي ايه? اول حاجة يعمل هل ايه? يعمل لك يعمل لك كده يبقى في احتمال احتمال الائف الفلط واحتمال لا حسب هو الكبر ولا لسه ما كبرش. يبقى انا متوقع متوقع الائي في الانسبيكشن. هونو سخر شوية. بتاع الفلط متوقع الائي بريكورديال بلر. وانت برضو بتفرغ وراي. تاني حاجة. قلنا اللما بيكبر بيعمل لك بلسيشن اسمها بيجاستريك بلسيشن. وانا جاية اتكلم في الانسبيكشن هنا باشا. وانا جاية اتكلم في الانسبيكشن هنا. قلت لك الانسبيكشن او البلبيشن بحط ايدي في العشان احدد البلسيشن جاية منين كنت بحط ايدي كده. مش ده كان السلاسي جلحات كنت بحط ايدي كده. كان فيه تلات احتمالات. اما لاقي بلسيشن جاية من فوق هناك دربة بتاع صابعي. قلنا ساعتها ديات اللي هي موجودة مع مين هنا? موجودة مع موجودة مع الفلوت. يحصل فيها. ماشي? ولو جايلي من على الشمال من هنا كده يبقى ده كانو جايلي من تحت من تحت ايديه كده من تحت بص النبضة جايلي من تحت كانت من اللي يهمنا فيه من النهاردة في الطبخة هناخد انهي واحدة هناخد دي. لما هيجيلي بسبب يبقى انا في البلبيشن هلاقي في البلبيشن بتحالة الفلوت احتمال هلاقي لو حصل ديبقى هنا في لقيت في البلبيشن هلاقي ايه من ايه دكتور بسبب وانت زبط علشان الخط انا بعفش اكتب وانا وانا بصور نفسي لازم اعودك تبقى ازبط الدنيا والتابلت على على ترابيزة او على رجل كده انما والتابلت محلوطه ده ما عفش اكتبه فتلاقي خط مش هالو. فكده هلاقي بريكورد يا البلش وفي البلبيشن هلاقي بي بسبب احتمايا من الشرط هلاقيه بس انت عارف طبيعي اي واحدة بتاع فالت هلاقي الحاجات دي. تالت حاجة الايه على العيان تظهر ازاي? انا كده عرفت اللي بيظهر ازاي على العيان. وعرفت بيظهر في سورة الحكتين دول. خلاص على المعنى دي بقى كده عرفنا. طب تظهر ازاي على العيان تظهر في سورة ميرمر في الاي ميرمر طب ايه وصف الميرمر واسمعها فين وكل الكلام ده لما نيجي ناخد هناك ايش احنا راكنين بتاع الكارديو هناك. والسانة عرفت ان في هسمع الميرمر بتاع اللي هي كاركتوريستيك. هسمع ميرمر كاركتوريستيك للفعل. زي ما هنا زي ما هنا كنت في بسمع ميرمر بتاعت. طب ايه وصفها? مكانها فين? بعملها ازاي? بوصفها ازاي? كمنت بتاعها ازاي? كل ده هناك واحنا شغالين على الحالة. بس كده انا صبقت اول واحدة ان انا هلاقي سيظهر على الحالة في سورة في سورة بل في سورة ميرمر بتاع برموناريستينوزيس. طب يظهر ازاي على الحالة? هيظهر على الحالة اولا ان يوفر راكب على اتنين. يعني الشمال بيدخ دم مؤكسج هنا وبيضخ دم غير مؤكسج هنا. بيدخ دم غير مؤكسج هنا. فاصبح هلاقي الحالة بتاعت الفلت هلاقي فيها دم ازرق خارج للاورطة. فالف بي هلاقي فيها سيانوزيس. يبقى في الانسبيكشن هلاقي سيانوزيس لو انا بعمل بتاعتها هلاقي سيانوزيس. بسبب ايه يا دكتور? بسبب الاورطة. الاورطة راكب على اتنين كده فاصبح بياخد دم غير مؤكسج ازرق بيلفها في السيركوليشن. عشان كده حتى وانا بقسم الحالات واحنا بقسمينها هو انت ازرقت وانت صغير ولا ما ازرقتش? ازرقت تبقى فالو. تعرفت ليه زرق? لانه من اول ما بيتولد ده بيخلي له ان بيضم دم ازرق ازرق في قلب السيركوليشن. فده يبان في الحالة دي. يبان في صورة سيانوز. طب يبان في ايه تاني? الودة هو الودة هو عشان يعلي الضغط او البنت دي عشان تعلي الضغط جوه الاورطة جوه الاورطة هنا عشان تصعب المهمة على ان هو يضوغ دم جواه عايزة تعلي الضغط جوه الاورطة فبتعمل ايه? بتقض في قعدة اكيد شفتوها في النصر اللي انتو بتاخدو الفلو. يعني لو العيان بيبقى قعد كده بيبقى قعد مسلا ده العيان اهو مش عارف رسمه الصراحة. يعني ده العيان بيبقى قعدة مش عارف رسمه الصراحة. ممكن اجيبلكم صورة واكية سوان. تعالى بقى قدت لك صورة هاي دي الو تاني نفسه ده. طب ايه دي الفايدتها ايه? فيديت انه بيعصر? بيعصر الارتري بيالوي. ويعصر الفمر ويعصر الحد ما يطلع في الاورطة يعصر. فبيحل الضغط لما بيعصر العاصرة دي كده بيعلي الضغط. فيصعب المهمة على ان هو يضخ جوه الاورطة. يعني ايه فايدة العين ليه بيرتاح لما بيقعد في لانه بيصعب المهمة على فالرايد ما يعرفش يضخ دم جوه الاورطة فيسمح بس اللي هو اللي يضخ فيصبح جاي له دم مؤكسج تلاقي حتى اللي بتدخل عليه بقى هو الوضع زرق ومش عارف ايه او موضع الاعداء دي تحس انه ارتاح بدأ اللي عنده شوية بياخد نفسه كويس شوية بدأ الدخل وهكزا فتي دايما اما بيدخل في يعني نوبات من يقعد الاعداء دي ارتاح فكده طيبان في صورة حارتين في صورة سيانوزيس والعين بيكمبانسيت اللي انت شايفه ده واخيرا واخيرا بنفس السبب اللي هو اسمه في اورطة ده هيخلي العين زي ما هو بيدخل في سيانوزيس هيدخل في بسبب الكورونيك هايبوكسيميا الهايبوكسيميا بتدخله في وهو عنده سيانوزيس دي الحياة اللي هبان على حالة طيب هايبان ازاي ما بيبانش ليه بقى لانه غالبا بيبقى نان فانكشنال يعني هو بس نان فانكشنال فغالبا ممكن ما تسمعشوا المرمر ما بيبقى شوين مرمر هنا بتاعة ولا حالة زي ما انت خدت في النظر انه بيقى يبقى دي الطبخة في البلمون لازم هلاقي عنده بلموني ريستينوزيس هلاقي مرمر اف ملموني ريستينوزيس لا ما هلاقيها وهانوصفها هناك في صورة في صورة يبان في صورة على العيان وهي يبان في صورة ما بيكبرش لانه ما عندهش دم خارج في الاورطة كلام ده كله انت بتفرغه بقى مع نفسك كده عملناها ما بانش ليه لانها يبقى كده لما تيجي ببص على العيان ده هتلاقي بس عنده مرمر وسيانوزيس واوليجيميا وام güемik lung Audrog if you don't have cell jayس ايريح لاندخل الم SAP مفيك دم الليبومونه في بلموناري ارتري كثير لان عيان الروجفر بيدخل نسبة من الدم في الاورطة فمافيك دم كثير رايح للمept بالتراج بتلاقي بلموناريه وليجيميا الاعكس الحالي دي كنا يلاقي بلمونهي بليثورة بال 30 احيان الي عياني . كده خلصنا الفلت عايز اقول ايه بقى الحالة لما بتيجي في الامتحان ده الحالة الوحيدة اللي يسألني فيها يعني مش الوحيدة بس اكتر حالة يسأل فيها في الجنرال الاجزاميناشن ايه هو الجنرال الاجزاميناشن ده يا دكتور واحنا اي اجزاميش في الدنيا الجنرال يا لوكل. كل اللي احنا نتكلم عليه ده عالهرت انسبكشن بنمسك رجم 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 هتلاقي عندك في كتب كتب ورقة ورقة دكتور شاكر والناس الكبار اللي مغرعين القناات عندنا. والكتب بتاع ورق وهش عارف ايه بتلاقي بعد الهيستور دايما في بيقسمه لك يعني حسب المنطقة ازاي تعمل ازاي تعمل يهميني فيهم بقى في حالة الفانوت الهند داي اوي 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 يهميني بس طبعا انت هتقرى كله من الورق زي ما انت آرت في البلك اللي فات فهتقرى من الورق سريعا سريعا هيهميني منهم جدا جدا ولحقا دي تسيل كتير في الامتحان يعمل لي hand الامتحان فلازم لازم هتعلق على سيانوسس والكلابك فهتلاقيه كذا ايتم بيتعلق عليه في في الهد. كزا ايتم بنعلق عليه في الهند. كزا ايتم بنعلق عليه في في انا اللي يهميني في حالة الفالت في الهند طبعا انت تعمل الهند كلها. بتعمل الرجل كلها. بتعمل الهد كلها. بس انت هتخلش بس على حالة داون. يقول لك اجزامين الهد. فتبقى عارف بعمل اجزامينيش والهد ازاي? في حالة اجزامينيش انت كده هتعملها من الورق. بتقرأها من الورق اللي نزل للدكات لك بردول. ولو حد بش مع الورق قول لي وانا بعته لك عادي. بس ده مش موضوع ان انا شح اعض شح كامل بس اللي يهميني منه في بتاع الهند هتلاقي لازم هتلاقي وهتلاقي سيانوز السيانوز بنشوفها في 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 اللسان العيان اكتر. طيب انا يهميني ايه بقى مينها في الحالة دي? الاسئلة هتتسائل. زي ما عرفنا اسئلة تتسائل على سريعا. ولكن في اغزاء ممكن نقولها هناك برضو. هنا الفرط هنقول الاشهر الاسئلة. وبرضو في اغزاء ممكن نقولها هناك او نجمع اسئلة تانية في الفيديوها التانية تبقى فيديوهات اسئلة بس. اللي في تسائل. اول حاجة هيسألك على بالنسبة في الكلابنج في الكلابنج هيسألك عالك ايه اسبب الكلابنج? اللي بعمله عشان اعرف وعنده الدكتور بيسألك شافه بعد ما عملت على الحالة. اللي هو اسمه ايه? اللي هو اسمه انت تعمل صابعة كده صابع العيان كده ده اسمه تستة. بتاع الكلابنج اه ده اربعة هم. والكلام ده كله موجود في بتاع الهند. بتاع الكلابنج يقول لها لك سريعا. اللي هي دي. للانجل بس. تعني البد. يعني ما يبقاش فيه الفراغ اللي احنا شايفينه ده اللي انت شايفه شايف بيان عندك في الكاميرا اللي. مفروض فيه فراغ ما بين صابعي. المهم. ده اسمه بروت بيك. الشكل ده اسمه بروت بيك. بنعرفه اسمه ده مهم جدا 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 الجريتز دي. جريت سري ده درامستيك. درامستيك. درامستيك قبيرة. درامستيك يعني ايه? شبع آآ العصاية بتاعة الطابلة. ادي العصاية وادي الرأس اللي بنضرب بها على الطابلة. اخيرا جريت فور بيقى معها نفس الدرامستيك كده بس معها يعني ايه? بتلاقي المفاصل عنده تخينة ومليانة. لما نشوفها على الحالة. دي جريتز في الكلابنج. طبعا احنا بتبقى داخل الامتحان. ومعاك حالة زي ما احنا هنشوف ان شاء الله في الحالات. بنسأله على طولين انت عندك كام? هو بعرف هو كام. فخلاص من اداخل اللاجم ان الدكتور بيسألني هو ده كام بقول له كزا. زي ما انا عارف من بره. بس تبقى عائرة في نهاية الدكتور هيسألك بتاعة الكلابنج. بتاعتها ايه? بتاعة الكلابنج. الحاجات دي يا دكتور هلاقيها فين? هتلاقيها في الورق بتاع الجنرال دي الحاجات انت ممكن لازم توطيهاولي. بالنسبة للاسئلة اللي تتسائل غريبة في الفلوت. مش تبقى في دماغك. تاني حاجة طبعا. نفس الكلام. هتذاكر والكلابنج من وهتذاكر البلس من البلس عادي. احنا هعمله هناك برضو البلس على الحالة خباك. هعمله على الحالة. بس عشان تبقى في دماغك يعني. البلس ازاي تقيس البلس. اه الريت. هنيعمله منك على الحالة. بس اللي هيميني من الجنرال والصينوس والكلابنج اللي هيميني في الكارديو هنا. بس طبعا انت بتعمل الجنرال كله عشان خاطر. انت بتخش على الحالة الدون. بتخش على حالة تركتز. بتخش على حالات تانية في البلوك التاني. فانت كده تعمله كله. من اول لور لنبي اجزامينيشن. بعد ببص على ايه في كل حاجة موجود في الورق. والتراك اللي مش مع الوراق يقول لي. بس مستحيل تخش على حالة فلوت مش هيخليك تقول له بتاع او بتاع او 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 هو كام ومستحيل ان هو ما يسألكش في ويخليك تبص على لسان العيان. ده اساسي في حالة الفلوت. انما حالة 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 ميتر الحالة دي. ممكن ما تبصش قوي على الهند وكده يقول لك ايه او 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 بلبيت وخرج. خلاص ما بيسألتش بحاجة تاني. اتفقنا اصيك به خيرا. بالنسبة انت كده كده بتعمله احلى مني عشان انت هتاخد من حالة هتاخد من حالة عشان دي بتعتمد عن اكتر. هتاخد من حالة داون. فالهيستوري كامل من اول من اول الحاجات دي كلها ما تهمنيش لسا ما قلت لك غير في الكارديو غير ايه من اول وقلت لك ازاي اسأل على كل حالة من الحالة اللي احنا شرح لهم. دي هارف تسأل عليها ازاي? واسأل بتاعتها ازاي? وبالنسبة للفالوت. بالنسبة للفالوت. نفس الكلام احنا دي الحاجات اللي انت تسأل عليها. دي الحاجات اللي تسأل عليها. طبع في بلاي بسأل اول خلاص الحالة بدأت معك من ايه? طبعا انت شتخش تسأل ولا تاخد حاجة دي ما بتكررش كتير. ومع زلك ومع زلك هنبعت لك برضو الورق اللي موجود فيه ازاي تاخد بتاعك كل حالة من الحالات دي. وانك ما بيكررش كتير. بس انا عرفتك الا هيظهر على العيان. هنروح بقى هناك هتلاقي حالة فالوت. ظهر على الحاجات دي في ايه. وظهر عليه. وظهر عليه. وظهر عليه. وظهر عليه اللي بيقوا كتير ده. دي الحاجة اللي ظهر عليها. لما نروح هناك. انتفقنا? فكده ديت عالة الفالوت. ويبقى كده خلصنا الاتنين اللي احنا محتاجين نقوله. ونبدأ ان شاء الله نظري الشست. الشست مش ياخد طبعا بوقت طويل زي ده كده هيبقى ان شاء الله في فيديو واحد نص ساعة ولا حاجة وهنعين هناك. ويبقى كده خلصنا كل النظر بتاع اللي احنا محتاجين يقوله عشان نروح هناك نقول لجزء العمل المهم والتكنيك على الحالة. ولو في اي اسئلة مهمة تانية اللي ده كتير بتسأل هنقولها هناك. وبعدين في الاخر خالص اللي نقصوا اي حاجة حسس ان هو مش تلاقي مصدر للحيتة معينة او حاجة معينة. يقوا اسألني وهنصبط له الدنيا اكتر واكتر. بس كده احساب ما نتقولش الفيديو اكتر من كده وسلسلة الكارديو. سلام ومتقابل ان شاء الله في بداية الشست.